أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان السؤال الإفتراضي لو أراد الله أن يأتي إلينا فكيف تريد أن الله أو كيف تريده أن يأتي إلينا؟ طبعاً هذا السؤال سؤال إفتراضي لأن الله هو الله فله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر مين أنا كإنسان أسأل الله بكيفية تعاملاته لكن واحدة من أهم الأمور في طبيعة الله أن الله محبة ويعلن عن ذاته من خلال المحبة وطبعاً هذا السؤال الرد على كثير من أحبائنا المسلمين اللي بيستعيب أن يسوع المسيح عندما نقول عنه أنه الله الظاهر في الجسد أو كما يقول الرسول يحنى والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً فطبعاً يستكفر ويستنفر ويعني يستنكر الموضوع من أساسه ولكن الله هو إله غير محدود الله أعلن عن ذاته بطرق متنوعة الله بيتكلم للإنسان من خلال الخليقة السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه من الخليقة نستطيع أن نستنتج كمال وجمال الله نستطيع أن نستنتج أنه إله كلي القدرة القادر على كل شيء لأن كل هذه الكواكب ممسوكة بكلمة قدرته ولكن لا نستطيع أن ندرك الإعلان الكامل إلا من خلال الكلمة فالكلمة المكتوبة عرفتنا عن صفات الله وعن طبيعة الله حتى نفهم مين هو الله اللي إحنا بنتعامل معاه فالله بيتكلم عن طريق الخليقة بيتكلم عن طريق الكلمة كلمة الله والله كان يتواصل مع الأنبياء بطرق وأنواع كثيرة يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء الذي عمل به أيضا العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم هنا نستنتج أن الله تكلم بطرق متنوعة تكلم بصوت مسموع تكلم بالكلم المكتوبة تكلم عن طريق زيارات ملائكية وإعلانات كثيرة في العهد القديم ولكن في الختام مسك الختام كلمنا في يسوع المسيح الكلمة المتجسد في ملء الزمان وقولي هذا الأمر طبعا كتير بيستنفر من هذه الكلمة ليس الله يعني ليس هو تحول يعني الله بيتحول من إله إلى إنسان حاشة هذه عدات الوثنيين اليونانيين والمصريين القدماء ولكن ولا نستطيع ليس هو يعني عملية ارتقاء إنه الله بيرتفع درجات حتى يكون الإله الكامل أو ليصبح إلها لكن بالحقيقة إنه الله تجسد لقد اتحد غير المحدود بالمحدود اتحاد أبدي هاي الوحدة أبدية بين الغير محدود والمحدود وكل الغرض لكي يتواصل معنا فبعد هذا الإعلان العظيم أيعقل إنه الله يرسل رسالة أقل من رسالة يسوع المسيح أو يرسل نبيا شخصيته مزايا أقل من يسوع المسيح وبعد ما رأينا كل العظمة وكل الجمال وكل الكمال في شخص يسوع المسيح أيعقل إنه الله يرسل إعلان تاني أو نبي تاني بعد ما جاء الله بذاته بالابن بواسطة الابن كلمة الله الذي أعلن لنا عن الذات الإلهية والذات الإلهية أعلنت من خلال الابن ربنا يسوع المسيح الذي قال أنا والآب واحد أنا والآب كيان واحد جوهر واحد بعد ما نتعرف على هوية المسيح أيعقل إنه الله يرسل نبي آخر وهذا ما نريد أن طبعا ننبر عنه ونتكلم عنه في هذه الحلقة إذا أراد الله أن يأتي إلينا كيف بتحب تشوف الله وبأي صورة ابقوا معي حتى أجيب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة